فرح يمكننا وصلنا لأهم فقرة صحية طبية بتهم كل الصبايا وكمان الشباب بالأولية الأخيرة شفنا الكل عم يتجه نحو فقدان الوزن والحصول على جسم مثالي الأقطاء الشائعة لخسارة الوزن كقطع وجبة معينة مثل العشاء مثلا أو الاعتماد على وجبة واحدة فقط خلال النهار لحتى ينقص الوزن ما هي الأنظمة العالمية السليمة أنقاص الوزن معنى أخصائية التغذية السواب الغبرة أهلا وسهلا فيك سعيد صباحي سعيد صباح صباح الأخير مرة تانية وأهلا وسهلا فيك اليوم عم نحكي عن موضوع كتير مهم بسبب يمكن هذا الحجر يلي صار ويلي يمكن قاعدة ببيوتها وما عم تسترجطة لعم تتسلى بالأكل تفشخل قبل الأكل تفشخل قبل الأكل وعم تخترع طبخات جديدة وهذا الشي عم يؤدي لزيادة بالوزن خلينا نعرف بالبداية أهم أنظمة الغذائية لممكن الواحد يتبعه لخسارة الوزن بالبداية كل واحد سبحان الله رب العالمين هيأو بخلايا معينة دئناء معين يعني كل إنسان له كتالوكو هلا قداش تعاطينا بعملية تنزيل الوزن درسناها بجامعاتنا وهلقصص هاي كلياتا ما لقيت خلال فترة ممارسي للحياة العملية جسم بشبه جسم هلا كل شي بناخده متلاقي عني متلاقي متلاقي بالضبط يعني أنا ما بقول هلا مثلا يقول لك نزام غزائي قطعت وجبة العشاء أنا عادت على التمر واللبان أنا أخذ يوم خيار يوم تفاح يوم لحمة يوم جاج هذا الحكي كلياتا قد يصح معه مثلا أنا أخذته من النات يعني بصح معي أسبوع يمكن يخدم معي عاشرة أيام من كتر إذا ما كان يناسب جسمي بيأذي خلايا الجسم الشي الثاني اللي نحنا بنقدر نعتمد عليه نحنا بنعمل إنه نتنزيل الوزن بس بنعتبر المقياس هو الميزان أو مثلا الميزورة قد يجوز في نظام عم ينزل الوزن وسعم يأكل من العضلات يعني هذا الشيء نحنا ما عم نعرف ننتبه عليه قد يجوز عم نخسر من السوائل تبع الجسم فهذا الشيء مو فقط أنا أني أنا حس حالي تبعت نظام نفسد قد ما هو أنا تصار يعني تشكيل أو شابينك للجسم هاي أهم نقاط نحنا شاين نحكي عليها مو قصة إنه هذا النظام لا نحط عليه إكس لأنه فيه أنظمة أثبتت فعاليتها مثل نظام الكيتو صيام المتقطع نسبة معينة من الناس شريحة لا بأس فيها وأنا مع إنه الإنسان ما يأكل بلت وجبات بنهار يعني أنا من الناس اللي بقول إنه الوجبتين وجبتين عنا ياها وشيء خفيف جدا بحيث إنه ما أرفع شيء خفيفة بالضبط مو بتشرط إنه أطع العشاء حط مادة إني أنا أكلها بس ما ترفع الأنسولين هاي أهم نقطة إني أنا الوجبة إني أعرف فيها وكيف تتشكل الخلية الدهنية ممكن أكل سبع وجبات ما بيرفعوا للأنسولين عندي إياها مع وجبة واحدة بترفع الأنسولين بالنسبة عالية بفترة آن واحدة إيجاني إياها هاي بتعمل مشاكل كتير بطن وسملة فهي حسب طبيعة إنك أنت تفهمي الميكانزم تبع جسمك وهون بقى نبلش نشرح خلينا نبلش نشرح يعني أشرت إلى نقطة كتير مهمة في ناس بتقول لك فعلا أنا تبعت رجيم خاص ومنحفت بس راح بطني بس ما نزلت على الميزان وزنها كمان هاي مشكلة بتلاقي خلينا نبلش يمكن بالوجبات اللي ما بترفع بتشبع يعني فيه ناس بتقول لك أنا ما فيني بلعشة يعني هاي إني قطع العشة بشكل نهائي ما فيني عليها من أحد أهم الوجبات اللي بتنحف وبتشبع وبتعطي سبع ساعات شبعه بامتلاء هي البيض المسلوق ما بفضلت تاخد مساء بفضلت تاخد صباحا هاي الوجبات كتير رائعة وبتعمل عندك عملية إفراغ للصفراء صباحا حتى كانوا أهل أول يسموا وجبة الفطور كسر الصفراء أنا وجود جبن لخيار من دون خبز البيض المسلوق مع الخيار هاي من أكثر الوجبات الحارقة في فترة الفطور الوجبات اللي هي بتشبع جدا بالعشاء وما بتعطيك امتلاء وما بتحسي حالك إنك بحاجة لأي شيء تاني هي وجبات اللبن اللبن وعصرة الليمون عشاء حتى لو أخذت أربع كاسات لبن لكن دي أنا نبه على اللبن بحال فترات هاي اللبن عم يجينا من البقاليات كله نشه وأسبيداش كنا نحط اللبن ينسل موريدنا عليه هلا صاير اللبن عم يسمين الوزن أنا بفضل نرجع للبن الترويبي يعني نحنا كتير وهو سهل الطريقة يعني ما له شي صعب حتى اللبن وخيار بيقول لك مهم بالليل كتير من جدا وبيعمل تهديئة للأعصاب وبيعمل تنظيف للكولون مرضى الكولون ما بينحطوا عنا إلا باللبن والعصرة الليمون هلا الشي اللي بدك تعرفي إنه كل عالم من الأخطاء الشائع بيحبوه فواكب الليل مثلا صحن بطيخ صحن تفاحي هلا أنا مع إذا كانت السبعة المساء تماني المساء أما قبل النوم مباشرة الفواكب بتعمل عفونة بطون وفيها فيتامين سي بتنشط الجهاز العصبي فبتسحبله ساعة نومه لساعة متأخرة بالليل فبتلاقي إنه ما كتير نجعت معنا بتنزيل الوزن مع إنه أنت معظم الأنظمة الشائعة بلاقي تفاح نجاص هاي أنا بلاقي لا الخز عندك ياها اللبه تبعه بحيس إنه أنا إذا ما كان في مشاكل كونون هي أفيد من الفاكها صنف واحد ويقولون كمان حتى بفترة الصبح الزنجبيل أو حتى عصرة ليمون مع كاسة مي ضفية هاي كلها وصفات حارقة أيوة هاي كلها تساعد يعني هلأ كلياتنا بنعرف إنه هالوصفات كتير شائعة عني يعني أنا لو أفرض أكلت أوزي وأكلت شاي وزنجبيل وعصرة ليمون وهالأصاص ياتر حقدر أحرق كمية لا بأس فيها نحنا عم نحكي عن الوجبة الحارقة اللي بتخدم معي لأني أنا أسأخذ الزنجبيل وعسر يمكن ما أشبع يمكن تسكن لي معتي ساعتين ثلاثة يمكن هذا نحكي عن الأكل كوجبة كانت الصبح أول واحد ما يفي هلأ أشخاص مع تمدينا أنه جدا لأنه هي ديتوكس هي ديتوكس هي صوصفة رائعة لكن إذا بقول إني أنا أني أحملها فطور صباحي لا خطأ جدا لأنه أنت بتفقدي جدا من قسم من شيء اسمه الغذاء الأساسي لجهاز العصبي المركزي فبيفقد الإنسان تركيزه إذا ما طلع أخذ شيء معين يقيت الجسم طبعا ويقيت عضلاته ويقيت شعره ويقيت عضمه هذا القصة ويقيت منعته يعني هاي الأمور هاي كتير مهمة لكن أنا ما بخفي أنه هي الوصفة رائعة جدا لشيء اسمه تنظيف السموم من الجسم لأنه بتعمل عملية بتحفيز للكيلة أنه إخراج حمض البولة بشكل أسرع هذا الأمور هاي كلياتا هاي بتلاقيها على المدى البعيد من فهي مرضانا فيها أنه في اسمه فقه أولوية تنزيل الوزن وأنا مو مع الأنظمة المتتالية أنه ريجيم ورا ريجيم إذا أنا لقيت حالي عم بخصر وعم بخصر وعم بخصر لأنه بدي انتبه كل أسبوعين ريجيم لازم أعمل أسبوع استراحة تسبيت هاي الاستراحة تسبيت كتير المرضى بيعاتبونا أنه أنا ليش كنت عم بنزل ليش وقفتني يعني ليش أنا هيك عملية لأنك مالتزم بالغزاء الصح بيجوز الجسم بيعطيك إياها بكل هدوء حتى لو مع نظام بيعملك اللوك على التنسيل بالأسبوع التالي بيجوز بخصائي التغذية بيعطبت على شي نظام يريح له جسمه مشان يتحمل الجسم أنه ينقوم مستويات فيتمندال للمستوى الأعمق بالخلايا الدهنية لأنه نحن عنا سيد الفيتامينات بالجسم هو فيتامين دال وكل يعتنا منفكر أنه فيتامين دال تسبيت كليس وتسبيت بس مناعة له سبعين تفاعوا الأنزيمي بالكبد له سبعين تفاعوا الأنزيمي بالجسم مهمين لوظائف الهرمونات لوظائف الغدة الدراقية تلاقي واحد ان ضربت غدة الدراقية فوراً طلعي على فيتامين دال بتلاقي يناقص عنده تلاقي واحد عنده مشاكل كولوم تلاقي عندك يامقص بفيتامين دال مشاكل ثمنة حتى بكم حتى بيوقف الاستقلاب أنا هاي الأشياء هاي وقت مننبهها وبيفهمها مريضة علينا ما بيزعل منها وقت بيلاقي حاله شوي يرتاح أو شوي يعمل بريك إعلاني مثل ما بيقولوا على عملية تنزيل الوزن طيب بالخطام مصائح أخيرة بدقيقة للغزاء الصحي اللي ما بيسميه طيب بدنا نقول بس ما بنا نسميل هاي الجملة الشهيرة بالضبط هلا في قواعد بيحكيها أنا إذا إنسان أكل وجبة سكرية عالية أو تحتوي على قيم نشوية عالية مثل البرغل، العجين، المعكرون، البطاطا، الأمور يتبعها بخل تفاح خل التفاح بيقلل امتصاص الكلكوز بجسم الإنسان أكل مواد دسمي جدا بشكل عالي عندك ياها زيوت ومقالي وهالقصص هاي يتبعها بشيء اسمه الشاي الأخضر مع الزنجبيل هاي بتقلل امتصاص الدهون داخل منطقة الأسنية عشر إذا أخذ وجبة فيها بروتينات على بروتينات اسمي يتبعها بدبس الرمان معلقة طبيعية من معلقة دبس الرمان بتقلل من شيء اسمه استقلاب حمض البول بالدم فهالأمور هاي كلياتا بتساعد على عملية هاي المواد هاي وإن شاء الله بنتمنى الوزن الصحي والمثالي لكل مشاهدي أكيد، نالك شكرا إليك على كل المعلومات اللي قدمت لنا ياها نتمنى الناس فعلا ما يتبعوا أي نزام موجود على مواقع تواصل اجتماعي لأنه كل جسم مثل ما حكينا بالبداية بيختلف عن جسم شكرا إليك يا ألوصا يا ألوصا يا ألوصا